تقول السائل امرأة محرمة عني من الحساسية وكانت تقوم بحك جسمها اثناء العمرة وانتهت من العمرة فقال لها شخص بان العمرة لم تصح فخرجت واحرمت وبعد الطواف سألت اخر فقال لها لك طواف تطوع فما هو الصحيح ألم يقال الله ان العمرة غير صحيحة هذا جاهل ولا يجوز له يفتي بغير علم ما يجوز للانسان يفتي بغير علم وكان على السائلة ان تسألها للعلم ما تسأل الجهال عمرتها صحيحة ويجوز للمحرم ان يحك جسمه ولكن برفق يحكه برفق في حيث لا يتساقط شيء من الشعر وان سقط شيء من غير قصد فليس فيه شيء واما احرامها الثاني فيكون احراما بعمرة اخرى عليها ان تكمل العمرة الاخرى التي احرمت بها بطواف وسعي وتقصير ويكون لها اجر عمرتين ان شاء الله نعم